دكتور محمد يعني احنا طبعا الدستور حتى بتاع 2012 نص على مخصصات للصحة ما قدرتش الدولة انها توفرها بالشكل اللي جاء في الدستور وكان البديل وهو بديل ذكي بقى بما انه نجح هذا النجاح العظيم بشهادة حضرتك انه فكرة المبادرات الرئاسية وفكرة تجميع القوة ان احنا نستطيع حتى لو الدولة لم تفرق امكانياتها بسيطة امكانياتها بستفضل فان الحقيقة المبادرات دي كلها كانت لحلول موجهة سريعة للمشاكل المتراكمة على مر العقود دي تسوف النهاردة بقى عندك 745 مركز غسيل كلاوي في مصر في السبع عشر محافظة كان عندنا مشكلة في الغسيل كلاوي مين فينا عندوش برضو مريض في البيت مريض كلا ومحتاج غسيل كلاوي او زراعة كلا في يوم من الأيام القضاء على قائم الانتظار المراكز الاولية اللي هي النهاردة بقت اكتر من 5400 مركز الأرقام دي على فكرة شكلها سهل وإحنا بنقوله بس ورقم في الواقع بيقدم خدمة حقيقية طبعا 745 مركز يعني بنا يعني توب يعني خرصانة يعني اسمنت يعني تجهيز يعني معدات يعني اصطف دا كترة واصطف تمريد خمس تلاف وربعمية وشوية مركز رعاية أولية 745 او 46 مركز غسيل كلاوي بالفلاتر بالأجهزة طبعا دا رخص برضو طمن الجلسة بتاعة الغسيل دي لحسن الحظ انها حاجات الحكومية احنا مش بنجيب القطاع الخاص يعني الأرقام اللي احنا بنقولها دي أرقام حكومية انت شفت الأداء الحكومي في أزمة كورونا والإشادة أيضا بالأداء في أزمة كورونا فده قالك ان عندك بنية تحتية ما كانش متوقع ان احنا نشوف يعني حضرتك بتقول ان المجهودات اللي حصلت للقضاء على فيروس سي لما جيه فيروس كورونا كنا جاهزين كنا جاهزين بإدارة أزمة عظيمة وقمت بتوفير الدواء احنا ما كناش متخيلين ان الدواء راما دي سبير هيبقى موجود في القهارة اللي هو بتاع كورونا بتاع كورونا هذا الدواء كان بيتعطى الرئيس الأمريكي وجود الأجسام المناعية اللي هي المونوكلونة الأنتيباضيز ده برضو كان موجود في مصر بالمجان وما كانش سهل الحصول عليه في أماكن كثيرة من العالم وبردو ما كانش سهل الحصول عليه في الخطاع الخاص يعني كان بيلجأ للخطاع الخاص اللي العلاج زن منه والخطاع الخاص أفضل الحقيقة لا القطاع الحكومي كان أقوى بكتير صحيح الدولة قامت أيضا بتوفير دواء المولنو بيرافير كثير من الناس ما تعرفش ان الدواء ده هو الدواء المخصوص لكورونا لا يوجد دواء على ظهر الأرض غير الباكسولفيد والمولنو بيرافير ودول ظهروا في نهايات أزمة كورونا وسهموا في القضاء على كورونا تماما هل يفضل في رأي ساعاتك معيش حتة كده يعني أكيد برضو أحيانا ترد هذه العلامة من الاستفاهم على زهن حضرتك رغم الانفيرومنت العلمي اللي حضرتك بتشتغل فيه هل استطعت مصر إن هي تحقق اقتصاديا الجدوى من فكرة الأدوية اللي تم اختراحها الكورونا في مصر ولا فكرة إن ده دواء وإن في ناس محتاجاة وإنه مش لازم نغالي في سعره فده اقتصاديا ما فدناش في حاجة هو لا ما فدناش اقتصاديا لا من استفيد اقتصاديا لأن معظم أدوية كان بتوزع بالمجان فإنت ما لكن هو إنت لو قمت بالتصدير ده هيبقى شيء عظيم بس المولنو بيرافيرت ده الدواء المخصوص لكورونا وده موجود في العالم بهذا الاسم باكسولفيد ده موجود في العالم برضو بهذا الاسم مصر قامت بتصنيعه أيضا هو طبعا موجود بسعر محدد بتسعيره داخل السيداليات لكن هو بالمجان داخل القطاع الحكومي فكثير من الناس هترعوا وكان كل سيدالية فيها الدواء كان قدامها العربية بتقدموا ببلاش لو سبق إن المريض عنده كورونا بالزبط ده كثير من الناس ما تعرفش إن الدواء ده ظهر في آخر كورونا يعني كثير من الناس هو النهاردة الناس مش هتخاف من كورونا لسبب إن فيه دواء إحنا في الأول بندور على التطعيم الوقائي ده موضوع فإحنا محتاجين طبعا الوقائي إن إحنا ما نتعرضش ونستمر في الأداء يعني ما تعلمناه في أسماء أزمة كورونا التطعيمات لبعض الناس اللي هي محتاجها أكثر احتياجا لكن النهاردة بقى فيه دواء فما بقاش فيه القلق الزائد مع الحمد لله متوافره في الدولة ده شيء يجعلك فخور ممكن فيه دواء بس مش عندك أي طبعا يعني لما نجده قصة قديمة جدا نجيب الرحاني مات بالتايفون في انتظار الدواء اللي جاي له من الخارج يعني خلاص وعبد الحليم رغم إنه كان بيسافر الخارج مات بالهرس بس ده كان ساعتها الحدس بياخدولها حبيتين وخلاص مرة الحدس ما كانش لكن لما تيجي تقوله إنه هو ده مات بالتلايف كبدي و آه هو كان عنده طبعا تجاهد انتهى في المراحل الحين عبد الحليم حافظ ده مثال للمضاعفات بتاعة الكابت كان عنده قيء دموي ارتفاع ضغط وريد بابي كبد متلايف استسقاء الشكل اللي احنا شفنا عليه عبد الحليم هو توفى 47 سنة بهذا الشكل احنا ما كناش نعرف ساعة لما توفى إن كان فيه فيروس سي أساسي قد يكون كان معاه فيروس سي أيضا يعني ده أحد التكهنات يعني احنا قلنا بالهرسي لكن ما عندناش يقين أيضا من التشخيص لأن فيروس سي تم تسميته فيروس سي سنة 89 اي فاحنا ما نقدرش نعرف فهذا بعشرين سنة أو أكتر من وفاة برزالة ومات 77 سنة عام 77 اي فالتاريخ يعني لكن كان ممكن يزرع كبد لكن ما كان يتشبه هذه السولة أيضا اي صحيح وكان في مراحل متأخرة بالرغم أنه كان بيروح لندن لكن لم يستطع الحصول طبعا النهار ده الوضع اللي احنا شفناه لتوافر الأدواء وتوافر الزراع الكبدية لما نيجي نشوف في المبادرة الأساسية القضاء على قوام الانتظار كم حالة من حالات زراعة الكبد في مدة زمنية دي فأنت كان عندك أيضا زراعة كبد يعني حالات القلب يا فندم وزراعة القوقاة وزراعة العين حاجة يعني بليون وتسعمائة لا طبعا فيه رؤية فيه أداء فيه حكومة فيه دولة فيه نهضة الحقيقة في القطاع الصحي الحقيقة غير مصبوخة